اهلا بكم معنا مرة تانية وكل سنة وانتو طيبين مرة تلتة او عشرة يعني في النهاية يا رب نبقى كنا نطيبين خلونا نرحب اولا بضيف متميز جدا وخاص جدا او سباشل جدا لو صح التعبير رامي المصري رامي المصري المتخصص في الخدع والسباشل ايفكتس ولا مخرج الخدع والسباشل ايفكتس دي بقى هو اللي صح حالنا بعد ما قوله منوارنا اهلا بحضرتك اهلا بك سيد 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 حرايق انفجارات فيوزر الدم إزباركات بسياغة المخرج بس عن طريق المنفس الخدعة السلمائية هو اللي بيحدد إزاي سياقة المشهد من حيث الأمان السيفتي لأن دوت لازم يرجع المنفس الخدعة السلمائية اللي هو اللي بيحدد الحتة ديت عشان ما تتسببش في حكسة لازم لبقى الأمان نسبة 99% طب ليه مش 100% فيه 1% كده بيبقى تابع للقدر الله لا قدر الله السنة دي في رمضان انت كنت تعمل حاجات في المشوار مع رمضان والكبير قوي وفيه ملف سري معاني سلام طيب في الكبير قوي بقى قولي الحاجات اللي عملتها ده أنا أفتكر بس نحب بقى ده يعتبر خدعة سلمائية لما الكبير اتصخط إرد لا دي بتبقى قولي بقى بالنسبة للكبير فيه من أهم المشاهد يعني لو مشهد التربيزة اللي بتتكسر بعروسة صغيرة عبارة عن قطن أيوة العروسة بتاعته اللي هو كلم نسميها أنابل أيوة العروسة اللي هي فيها الشتوان ديات فهي الفكرة كلها ان العروسة ديات لما بتتحدف من فوق العروسة المفروض إنها وزنها لا يتعدى تقريبا من نص كيلو فإحنا بنحاول زي نقدر ننفذ رؤية المخرج إنه المخرج عايز ديات بتتكسر عن طريق العروسة بس إزاي نقدر نعمل دوت فطبعا التربيزة معمولة من خشاب خاصة بفكرة اللي هي التركاج لأن احنا التركاج ده هو كل ما هو فيك في مجال السينما زي الخناجر الشوم السكينة أي ماتيريال فيه نوع من أنواع الخطورة على الممثل فده بيتعمل بطريقة تانية حاجة اسمها التركاج بيبقى فيك بس بيبقى كوبيبست من الحطة الأصلية ما تفرقوش لو شوفك ما تفرقوش يعني هي فيه تربيزة راكور أصلا في المشهد دوت اللي هي تربيزة الأصلية وزنها فوق الستين كيلو مثلا دي وزنها كله ممكن مثلا ما يتعداش التراتة الاربعة كيلو يعني أوكي فبتبقى معمولة من خامات معينة من خامات معينة بس يعني العروسة القطن اللي وزنها ما يعديش نص كيلو برضي تفقدرها مع الحدفة دي إنها تكسر التربيزة حتى لوزنها الاربعة كيلو ما أنا أقول لحظتك بقى هي الفكرة بقى أن هي دي رؤية المخرج بيبقى طالب شط معين في مشهد معين أوكي برؤيته هو منفذ الخدع السلمائية بقى وظفته إنه هو يعمل كرياتيف للفكرة إزاي هتتنفذ بحيث إن مثلا تربيزة زي ديه هو كان المخرج سيد أحمد جني كان عايز إن هي تتفكك وتتربط تاني وعشان لو ياخد تيك أو اتنين أو تلاتة هو خدم من أول تيك يعني اقتنع بيها جدا من أول تيك يعني عجبته جدا الفكرة إنه جوه التربيزة دي فيه ميكانيزم فيه ميكانيزم بيخلي مع أي لمسة بتضرب لوحدها الجناب فهي دي بقى الفكرة المنافس الخدع السلمائية إزاي يقدر يحقق رؤية المخرج بالشكل اللي هو يبقى فيه أمان ويحقق اللي هي زي ما بقوله حضرتك اللي هي الواقعية الموضوع يبقى واقعي واقعية جدا لأن المشاهد يعني لازم تبقى شايفة الحاجة واقعية صح وده برضو بيبقى تنفس مثلا في الحرايق في فيوزة خروج الدخول للدم خروج الدم من الجسم لازم يبقى واقعية فيوزات دي لازم أتحكي لي عليها حبة بسالأول عندي سؤال على مسألة الميكانيزم اللي بتحط في تربيزة زي دي ميكانيزم ده بقى إحنا بنشتريه ولا رامي المصري هو اللي بيصنعه لأ ده بيتصنع وبيت ما فيش حاجة زي كده بتشارع دي كلها حاجات بتبقى هندي ميت فرامي والتيم هم اللي بيعملوا ده بنعمل دراعة بتقعدوا تشتغلوا بقى على ده بنقعد نشتغل على ديته وزي نقدر نحقق الفكرة ديت بنبلمسة واحدة من العروسة نقدر نفتح التربيزة وتنزل متقصرة وتباني ان هي اتقصرت بفعل للعروسة فهي الصعوبة بتبقى في الكرياتة بتاعت الموضوع ازاي تقدر توصل للكونسبت ده يتحقق ازاي ودي هندسة كمان يا عربي هي بتبقى آه في حاجة فيها بتبقى معايير كده ان انت بتوزع أوزان في الحاجة يعني بتشوف السقل بتاعتها لا مش مهندس بس هي الفكرة الفكرة ان هي بتبقى محتاجة بس زي ما بقول لحضرك محتاجة مجود فكري شوية ان انت تقدر ازاي تقدر تطلع دي بالشكل اللي محتاجه المخرج وتحقق له رؤيته اللي هي الصحة لها 100% حالو قبل ما اكمل معاك على مسألة الخدع والسپاشل ايفاكتس والفيوز اللي بيتركب فيبان كأنه فيه طلقة ده خليل أوطع يعني الحاجة دي ايه اللي جذبك للشغلانة دي والتخصص ده هو الشغلانة يعني هي هو حب بقى طبعا يعني هو طبعا عشان تحب المجال لازم تبدأ فيه او ممكن بما انك حبيت الشغلة دي فلازم تبدأ فيها صح بس فهي حب كده قالك قد ايه اه 12 سنة في المجال اول مرة كانت قبدا تفتكر اول عمل اللي اشتغلت فيه اه اعتقد لا اكيدة اللهم زيد اللهم بارك اه لا كتير لا حاجات كتير اول اصلا هو المجال دوعت في مجال اعلانات ومسلسلات افلام حاجات كتير جدا يعني وزاقت فيه حاجات بتبقى افلام تجربية وفيه حاجات افلام بتبقى صغيرة دي تلية بتاعت المهرجانات فيه حاجات كتير جدا يعني موضوع لازم باش الافكت بيخش في حاجات كتير جدا كانت القرار ده امت امت قلت انا هشتغل في ده من كل الحاجات بتاعت صناعة السينما انا ناقدي ويلا هتخصص فيها اه هقول لحضرتك اقول اصلا اصلا في الاساس انا فنان تشكيلي اه اه قصب نحت انا يعني فكرة ان هي الموضوع للسينما او الكاميرا اللايف دي بالنسبة لي كانت حاجة زي حلم كده فوجودي مع الكاميرا اللايف بان انا استخدم الماتيريا اللي انا درسته اه انا دارس الخامات بس ان انا اقدر اوظفها بطريقة معينة في الخداع البصري دي كانت بالنسبة لي حاجة حققتها الحمد لله مسكبال عشان انت دارس نسب لان انت نحات ممكن فدارس نسب فبتبقى بالنسبة لك لما المشاهد من خلال الكاميرا هيشوف فلازم تبقى الحاجات نسبها واحجامها عاملة ازاي يعني دي حقيقة دي حقيقة وزي ما حضرتك شفت الموضوع الترابيزة ده برضو فيها جزء دراسة طبع لان دارس ماتيريال دارس ابعاد دارس اوزان مساحات سقل توزيع اوزان توزيع احمال الحاجات دي بتفرق معايا شوية نحن الحاجات دي كنا زي ما بنبطر نجيب لها متخصصين زي ما قلوك ده من بلاد بره نجيب اجانب ما فيه فكه برضو نعايز اقول لحضرتك بمناسبة الموضوع الاجانب اللي حصل في الفترة الاخيرة في السلمة المصرية ان هي بقى بتواكب او تطور بقى سريع جدا فيها وفترة الفترة اللي فاتت كانوا بيستعينوا باجانب كتير ابتدى دلوقتي دخول الاجانب لمصر مع الكروه ابتدوا يعلمهم حاجات ابتدوا يكتسبوا خبرات المصري معروف بقى ان هو يعني لماح اه لماح ويحب ياخد الحاجة ويزود عليها او يبتكر عليها لحد ما بيحتر فيها الاجنبي يعني بعد ما بترجع له بيقول انت ازاي عملتها بالخيمات البسيطة وده اللي حصل فعلا ان ابتدى فيه تطور في مجال السينما المصرية بالنسبة للمجال السباشي الافيكتب الخصوص او منافذ الخدع السينماية التنفيذ الخدع السينماية طورنا انا بالنسبة لي طورت كتير يعني عن الحاجات اللي كانت متعارف عليها قبل كده كماتيريال طبعا الفكرة اللي دايرة دلوقتي ان المفروض اهم حاجة السيفتي يعني ماينفعش استخدم متيريال فيه نسبة مثلا 40% ممكن يعمل رسكة في الاربعين رسكة او طبعا نسبة عالية ماقدرش استخدم ده التوجه دلوقتي ان انت ازاي تقدر تستخدم خمات اعلى امان اعلى جودة بتحقق نسبة المية في المية الريل في المشاهدة حلو جدا الكلام ده هل هل تحتاج من وقت للتاني عايز اروح معك للمشوار بس هل تحتاج من وقت تانك انت تسافر تجدد معلوماتك ده حصل فعلا بيحصل بالفعل لازم تعمل كده لان ما كنتش هتواكب لان كل ساعة النهاردة مع تطور كل ساعة بيفرق عن الساعة لقبلها ويعني لازم تواكب ده باسرع وقت ما كنتش هتواكب هتتأخر كتير قوي لازم تواكب صح طيب هروح على المشوار ويمكن نفتتح مع بعض المشوار بانه يفرق معاك انه الممثل يبقى جاهز لتنفيق يعني مثلا محمد رمضان معروف انه وفيت وعنده فيزيك الفيتنس عالي بيحب دايما يبقى فيه عنده مشاهد اكشن في اعماله الاخره ده بيسهل عليك ولا بيصعب عليك المهمة الحتة دي مهمة جدا فعلا فيه ممثلين ساعات بيبقوا ما تأخذوش تجربة انه هما يتحطوا في حتة الاكشن او حتة انه مثلا يركب له مثلا فيه وز الدم فبيقى متوتر جدا هو مش متخيل ان فيه حاجة هترقع في جسمه مش قادر يستوعب ان فيه حاجة بتحصل فيه ان فيه جزء من جسمه هيضرب فيه صوت عالي وهيخرج دم من جسمه فهو مش متخيل انه هو هيبقى يطلع منها سليم معناها سيفتي مية في المية بس فيه قبلت طبعا فيه فنانين حصل ده من كتر توطرهم انا كنت باخد قط في المشهد عشان اقدر اسيطر عليه قال ان هو خارج اطار السيطرة وشه بصفر طب انا عازك تحكيلي على الحتة دي بس الاول عازك تحكيلي المشهد ده بقى كان على ايه او شرحوا لي يعني ده كان استاذ محمد رمضان كان في جنينة الحيوانات ساعة ما كان دافن القصار وكده وكان هو والاستاذ دينا وكانوا بعدين بيستخبوا يعني كان في مكان كده هيبتوا فيه اللي هو جوه الجزيرة اللي هو دي الكهف بس الفكرة ان انا هنا عملت حاجة زي فوج او دخان المفروض الفوج دوت بيحاول يصحح الصورة او بيخلي الصورة حلوة مع الفكت بتاع المغارة يدي لك المزيد من الساسبانس النوع من الاسارة كده والغموض في المكان الفوج دوت وطبعا زي ما حدوك شايفه مع اللايتنج فارق كتير قوي طب ده بيبقى طلب المخرج يقول لك مثلا ان الله يا رامي احنا عايزين كذا 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 ده تصوره انت بتنفزه زي مثلا امتى تقول انا هزود فوج انا هقلن انا عايز بتاعك تقلونها كذا ده باللونك مع المصور مدير التصوير لان هو اللي بيزبط بيزبط معي على الفريم الفوج او السموك داخل بكمية قد ايه من هنا او من هنا فعلا بنحاول نعمل تست الاول بعد كده بنوزع بالشكل اللي حضرتك شايفه ده والتاني بقى ساعات بيبقى فيه ناس بتتخض فبتضطر تكت او لا مش بيتخضوا هي الفكرة هو ما بيتخضش في الهو بيبقى خايف الفكرة ان هو بيبقى خايف من اللي هيحصل فبحاول ان انا حاول اطمنه يعني اللي هو ان الموضوع سيف جدا ده برضه حصل مع فنانين قبل كده حصل مرة مع استاذ عيدا رياض اللي قالت اول مرة ترك فيوزا في حياتها في مسلسل هوجن قدام رياض الخولي ساعة فكرة ان هو اكتشف ان هي خينة وكده وطلع تبانجة فبيضربها فكانت متوترة جدا لدرجة ان هي كتخف كان غير طبيعية ليه بقى هاي الفيوزا دي بتطلع من المسدس ولا بتبقى على الجسم نفسه لا لا ده بيبقى عبارة عن جهاز متركب كده صغير هنا طبعا ده بيبقى صناعة يدوية بيبقى حاجة كلها سيفتي ده بقى من حاجات اللي انا طورت فيها ان هي ما بقتش حاجة بتعور قدب هو اندفاع ضغط غاز بس بس مجرد ضغط غاز بيطلع بطرقع وش الحاجة تفريغ هوا بس مش اكتر حلو بقى دي بقى زي لانا هشوفها اي درق بس قدب اي طبان جاي ميش مفهول مثلا انها هتدرب طلع دي فيوزا حصرية بقى ديت ماش موجودة اصلا قبل كده وديت من تنفيذي ويعني انا تقريبا الحمد لله دي موجودة عندنا في مصر قبل كده لا لا خالص خالص مفيش فيوزا تحت الجلد خالص بتركب يعني ايه فيوزا تحت الجلد ايه فيوزا تحت الجلد دي تفتح الجلد تحط فيه لا لا دي حاجة بتركب هي عبارة عن فيوزا مايكرو صغيرة جدا بتركب فوق الجلد وبتتعامل بميكاب خفيف جدا فهي ما بتبانش فالبانك انها جزء من الجلد مش بانش اه وده طبعا مش متعرف عليه يعني فدي حاجة جديدة الحمد لله بفضل ربنا يعني ربنا وفقني وقدرت اعمل دوت فاعتبر صبك يعني في مجال الفيوزات يعني السينك بتعمل ازاي ما بين ان انا كمشاهد اسمع صوت مثلا الطلقة طاع وبعدين تمام هو بيحصل دوت فعلا السينك دوت بيبقى بقى خبرة لان ما بين ان انا اخلي الفيوزة تطرقها وما بين ان هي الطلقة بتطلع بالمثدس انا بس بثبت السينك ده مع السينك ده يعني بحيس ان انت حضرق يعني ما تحسش ان فيه فرق ما فيش سينسور مثلا كده يبقى اول ما بيسمع الصوت يحصل والله هو مش عارف يعني هو لسه معرفش دوت هل تواجد التكنولوجي دي بتادي تظهر بس السينك دوت سهل جدا يعني هو مع الخبرة بتزبت جدا بسهولة فضيئة يعني حلوة الحاجات دي كلها ده 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 هنعمل شغلة جملة جدا لا ما هو التطور عشان كده بقول لحضرتك ان محتاجين ان احنا لازم كل يوم نطور طول الوقت عشان ايه السينما المصرية دلوقتي دخلت في لاين بقت مواجبة قوي للمستوى العالمي انت حاسس فعلا بكده فعلا دي حقيقة يعني حتى في الكادرات بتاعت المخرجين في شغل الصورة في طريقة الاخراج في طريقة الاكشن بقى مختلف خالص عند الاول يعني اعتاقت زمان ما كانش الطريقة الاكشن عندنا في السينما المصرية بنفس الطريقة ديت والفيوزة دي بقى استخدمتها في ملف سري مع هاني سلامة لا اللي كانت مع استاذ هاني سلامة كانت في ظهره بس هو برضو استاذ هاني سلامة فنان يعني روكي جدا وشاطر في الاكشن كمان يعني فهو قلبه كويس في الاكشن قلبه جامد اه قوي اه قوي يعني في الاكشن قوي جدا فبيساعدك يعني الفنان لما يبقى كده بيساعدك ان انت اه تقدر تديله اكتر في الاسباشال افكت طب هل ممكن لما يبقى ده ده المشهد بتاع ملف سري مع هاني سلامة اه احنا ايبان عندنا في الميكينج هنا الطلقة بقى وال المفروض ان هو بيخش اه فبيحاول انكز هو الدخول دلوقت كده اشرح باش اشرح ايوه خد وقتك ومبسط هو بتخش استاذ امينة بن احمد بتخش اه ده كده هاني هو اللي هناك بس هو هو بيخد الفيوزة في ظهره الفكرة بقى كمان في الفيوزة الدم ديت ان في دلوقت بقت انا يعني انا مثلا ككرام المصري عامل حاجة في الفيوزة الدم ديت اللي هي في طلقة التسعة ميلي دخولها الجسم غير الطلقة السبعة اتنين وستين اللي هي بتاعت القالي طبعا غير الطلقة اللي بتعدد الكبيرة صح يعني صبوصة كل واحدة ليها مأس في الجسم صح غير طلقة الخرطوش اللي هي اللي بتفتح في الجسم بتفتح في النام اه فانا عامل دوت برضه بالاضافة للفيوزة اللي تحت الجلد برضه ان فيه ليفلز للفيوزة في الجسم إزاي تقدر تدي كل شكل فيوزة كل طلقة حسب الطبانجة يعني مثلا أقول لحضراتك الحيك أنا ممكن أضرب حضراتك دلوقتي مثلا طلقة من على البعد دوت طلقة لما أضرب من قريب كده ساعات لما بقرب قوي لازم يبقى فيه دخول وخروق طبعا لما ببعد بيبقى أصابة بس لما أضرب بقالي الطلقة شكلها غير الطلقة طاعة الطبانجة إيه ده بيبقى فيه فروق في العيور لازم فروق وفيه فروق في نوعية السلاح نفسه ده اللي بيدي جودة للمشهد أو اللقطة إن المشاهد بيقدر يصدق المشاهد دلوقتي بقت عينه لماحة بيقدر يبيز بين الفيك بحكم إن الواحد بقى بيشوف كتير في الميديا إحنا زمان وإحنا صغرين كنا أقولك ده يا عم إيه دلقين على إزازة شربات ولا إيه مثلا يعني مثلا لون الدم لو حضرتك خدت بالك إنه لون الدم ده اللون الدم ده أنا أمصنعه حقيقي بتجي بنفس الدرجة بنفس الدرجة بالزبط بنفس لزوكة الدم بالزبط لإن عين المشاهد دلوقتي بعد التطور والمشاهدات اللي بيشوفها فبقى عينه لماحة بيقدر يشوف إلعاب بسرعة فما كنتش هتجيب الزاوية الصحة أو الطريقة الصحة أو الفيوزة اللي هي شكلها ريل مش هتقدر تبقى المشهد ناجح هل في مرة حد تصاب منك يعني حصل الواحد في المية حصلت؟ الواحد في المية دي بتحصل في حاجة مش إصابات هي بتحصل بس إن ممكن نعيد المشاهد تاني لإن الفيوزة ما زبطتش بنفس الجودة اللي أنا موافق عليها أو إن أنا يعني متمنى إن هي تطلع بالمستوى ده ممكن مثلا أو الحريقة مثلا أو حاك النار يعني فلان الفلاني مثلا بتشرع للجميع مسكت فيه النار الحاجة دي بتتعامل إزاي؟ يعني هي بيبقى لابس شيء ما أو لا؟ لا أوه موضوع بقى الحرائق دوت ما أصلي هو موضوع ليس بيش الإفكت دوت يعني مثلا زي عبص ده أنت صح؟ اه ده أنت بنفسك اه ده كانت صحيح ده أنت ما ماسك شو قلت ناره وروح تحضطها على إيدك دي حقيقة ومش لابس أنا مش شافك لابس أي حال على إيدك لا ما فيش جلافز خالص لا هي تقص على الجلد مباشر ايه ده بقى؟ وممكن تقعد النار لأكتر من خمستاشر عشر ثانية كمان ومتتسببش؟ ولا أي حاجة ولا أي شيء بتبقى إيه بقى بتستخدم مواد معينة؟ ده بيبقى آآ فيه ليكود معين بتحطها للجلد بشكل معين حتى الموضوع النار ديت بتبقى برضه بشكل تاني يعني مش بتبقى مواد حركة ده بيبقى بقى على رأي الصياد لا ده سابق التحضير ولا بتبقى حاجة تركيب يعني دوتركيب لا 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 ما فيش بتحضره أنت بنفسك لا كل ده بقى حاجات تركيبات حاجات تركيبات تركيبات اه اه وفيه حاجات بتبقى جاية من بره مصر يعني بتبقى بس طبعا في السورة المصرية بتبقاش موجودة يعني بتبقى فيه حاجات عوازل بشكل معين كده بنجيبها من بره يتعبك الممثل اللي قلبه جامد بزيادة؟ يعني معروف مثلا أنه نسأ قلبه جامد بزيادة يعني نسأ معروف مشكلة لو قلتوله نقطة من فوق برج القيارة ممكن يعملها بجد فده تبقى حاجات مخيفة الممثل اللي بقى قلبه جامد بزيادة ده يتعبك؟ لا اوه ما يتعبنيش بالعكس ده يريحني اكتر اه طبعا طبعا بس هوا برضو ما تخبش يتهور منك لا 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 مش هيتهور لان فيه كل حاجة محسوبة بالوقت وبالثانية زي الحرائق اللي في جسم البنقادم فيه ممكن دي انا عاملت تاست في ايدي بس المفروض ان انا مثلا فيه واحد بيولع كله ضرب فيه طلع من حريقة او فيه عبوة مثلا او تفجير حصل حاجة فبينفجر وبيطلع من جوه النار فكله مولع فالمفروض ان جسمه كله بيبقى عليه الليكويد ده وتمأمنه وبيبقى عندي نسبة معينة في توزيع الليكويد عليه يعني انا عارف هو هيولع من رجله لحد وسطه من وسطه لحد كتفه يعني نسبة معينة نسب وبناء عليه ببقى محدد نسبة الوقت اللي هو بيبقى هيستحمل فيها النار عندي مثلا خمستوشر ثانية مقدرش اجازف يعني هو لو هيستحمل انا ممكن الليكويد بيقعد معي قزيد من خمستوشر ثانية بس انا بالنسبة لي خمستوشر ثانية ده اخر حاجة بلازم اوقف عنته واخش اطفي حتى انا انا اللي باخد القط رامي انا مفسود جدا بوجودك معنا النهاردة حقيقي سعيد لانه كمان قعدت فهمت شوية حاجات كده وبعدين سعيد اكتر بان احنا فيه اصبح فيه عندنا جيل جديد كمان من منافذين الخدع والمؤسرات البصرية او مؤسرات الخاصة اللي درسين ومفاهمين ومطلعين وبيخش اونلاين وممكن يسافر ويجيب حاجات من بره ده حاجة تفرح بجد يعني لازم ده لازم يحصل ده لازم يحصل لان الدنيا زي ما بقوله حضرتك ان كل ساعة فيه جديد صح والتطور عالميا بقى سريع جدا فلازم والتطور بتاع السينما المصرية دلوقتي ببقاش فيه مخرجين دلوقتي ما شاء الله على الساحة تطلعاتهم غير طبيعية صحيح فلازم تواكب ده بصورة كله بيجري رامي نورت وشرفت حقيقي رامي المصري منفذ الخدع السينمائية والمؤثرات الخاصة نورت وشرفت حقيقي وكل ساعة ومتطيب حبيب ربنا خديك رب كل ساعة ومتطيبين مرة تانية خلصت حلقاتنا لحد كده وان شاء الله نقابلكم تاني في التاسعة سنوات